المعنى من ذا الذي يقرض الله مالا حسنا حلالا طيبا فإنه تعالى لا يقبل إلا الحلال الطيب الإمام القرطبي في تفسيره لما جاء في هذه الآية ذكر صفات عشر للقرض الحسن إذا ما توفرت هذه الصفات العشر معناها أن القرض ما بحسن والله أعلم يخلف على كل قرضنا السابق إنه يحتاج إلى تجديد العهد مع الله عز وجل وهذه بركات العلم يلا عدوها إمام القرطبي رحمه الله يقول لا يكون القرض قرضا حسنا إلا إذا اجتمعت فيه أوصاف عشر أولا أن يكون المال من الحلال إربع على نفسك أيها المرابي ويا أيها السارق ويا أيها المنتج أموالك من الفساد وشبه الفساد والمخدرات ووا 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 لك الويل لا تزني ولا تتصدق الله لا يقبل إلا الحلال الطيب واحد اثنين أن يكون من أجود المال لا تيمموا الخبيث منه تنفقون ثلاثة أن تتصدق به وأنت محتاج إليه لست مستغن عنه ولهذا سبق درهم ألف درهم راعي المليون إذا طلع ألف ريال وش عند راعي اللي مثلا راتب خمس تلاف وطلع ألف ريال ألف هو هذا أفضل من ألف المليون فهنا محتاج وكلما كانت الصدقة من محتاج كلما وقعت قرضا حسنا وليس معنا ذلك أنه ليس ذلك قرضا حسنا وإن كان الحسن درجات والسوء دركات فالرابع حفظكم الله أن تصرف الصدقة والقرض إلى الأحواج يعطيها المحتاج عندك فقير أو مسكين أيهم أحواج الفقير أولا لا لأن الفقير معدل أو عنده أقل لكن المسكين قد يكون عنده وهكذا فإذا تراعي فيها لتكون أحسن وحسن أن يراعى فيها أن يكون المحتاج أكثر حاجة ولهذا ليس المراد عند بعض الناس الصدقة أن تطلع بس على المستحق ولا غير المستحق بس تمشي لا تأكد واصرفا إلى الأحواج إليها خمسة أن تكون الصدقة سرا إن تعدوا الصدقات فنعمها وإن تخفوها وتعتوها فقراء فهو خير لكم كتمان والسرية والسرية في الصدقة أفضل من الإعلان تبرع التاجر الفلاني بالجرائد ومليانة إلا في حالة وحدة استثناها أهل العلم كما في آية الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فإذا رأى المنفق أنه إعلانها وهو قدوة ليحفز الآخرين فهذا بنيته أما الكتمان والسرية في النفقة فهو أفضل قال صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه أو شماله ما تنفق يمينه وكم من الناس ما عرفوا يتصدقون إلا لما ماتوا جو الناس اللي كان صدق عليهم في حياته وقالوا رحمه الله كان يتخولنا نحن طلبة العلم والفقرة يعطينا دون أن يعلم أحد هذا باب عظيم في الصدقة وهو من الإقراض الحسن أو شو كم الباقي ستة وأن لا تتبعها بالمن والأذى قول معروف خير قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أنا اللي عطيتك ونا اللي سويت ونا لأغنيتك ونا ولا كل مجلس يقول أنا سويت ونا سويت لا لا يا أخي الله غني عن قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أو يجلس يمن عليه حياتك وكل ما شاف قال له تذكر يبقوا لا يتي مفتك من صدقة فإذن هذا أمر بينكم بين الله فليتنبه المتصدقون لهذا ليكون قرضهم حسناً شوف كيف معنى هالكلمة العظيمة قرضاً حسناً ترى تمر علينا وحنا ما ندري ماذا معنى نعم بعدين ستة وسبعة الإخلاص أن تقصد بها وجه الله تعالى ولا ترأي بها الناس الرياء والسمعة والإعلانات والمشاهير واللي يتبرعوا واللي يطلع في السناب ويجيب هالمشاهير وما شاء الله التطبيلات هذا وين وش يريد يريد الثناء عند الناس ولا يريد ما عند رب العالمين فليتنبه لهذا وأن تستحقر ما تعد إذا أعطيت مليون لا تقول والله أنا ترى أعطيت مليون وهو شرع لله عز وجل أعطي كثير تتعطي نفسك تقرض نفسك بتجدها أمام الله عز وجل وإن كان كثير مهما تعطي فهو قليل الله إذا أعطيته مثلا بعض الناس حتى في الزكاة ولا في الصداقات إذا الله أخذ منك القليل فقد أعطاك الكثير وهو ما أخذه منك أعطاك إياه لتراه أمامك في يوم أنت أحوج ما تكون إليك وأن يكون من أحب أموالك إليك ولا تعمهم الخبيثة منه تنفيكم وهذه بيجينا قصة أبد دح داح نعم وأن لا ترى عز نفسك وذل الفقير لا ترى وأنت تصدق أنك خلاص أنت العزيز والمتفضل وهذاك الذليل الحقير لأنك أعطيته عشر خصاة متى ما تحققت كانت قرضا حسنا لله در القرطبي رحمه الله على هذه الصفة